السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناة شفكتي اليوم نحضر طاكوس منزلي 100% بنين مع طريقة تحضير خبز الطاكوس وصوص الالجيغان ترجمة نتجروا اعبنى وتفعلوا الجرس لكي يصلكم الجديد و لا تنسوا في اللجام اذا اعجبتكم الوصفة ويصلكم الجديد لهاد الخبز سوف نحتاج 500 جرام من الدقيق الابيض او الفرس اي ميو عجربات الكؤوس تاوي العنبة وهنا عندي خميرة الحلوة او الخميرة الكيموية 200 جرام ملعقة كبيرة من الحليب بودر وملعقة صغيرة من الميزينة الملح على حسب التوق وهنا عندي ربع كأس العنبة من الزيت المائدة وهنا ماء دافئ باش نجمعوه الدقيق مباشرة هنا نجره نواشف نجر الحليب ونشا ونجر عليها الملح وخميرة الحلوة طبع سوف نخلط النواشف مزيان ثم سوف نستمر في التحريك حتى نخلط جنسه ومن بعد سوف نجرع اليوم ربع كأس زيت المائدة كأس العنبة سوف نخلط سوف نخلط في المغرب سوف نعبره سوف نحرك هذا الخليط جنس ومن بعد سوف نعجنه 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 بالماء نبقى نجره شوية بشوية الماء على حسب الخليط طبعا سوف نبقى نعجنه ونجمعه حتى نحصله على واحد العجين الليين لا يكون قاسحة بزاف سوف نستمر حتى نجمع هذه العجين ونجمعها مزيان هذه العجين رائع بزاف ممكن تستعمله في شوير ماء وايضا في البانيني رائع وتحتفظه بها في المجمد سوف نجمعها هذا العجين مزيان لمدة واحد لعشر دقائق حتى نحسبها الطرخات لديها هنا انتهيت من الدلق سوف ترى رطبة سوف نجمع واحد الفيلم ونجمعها ومن بعد ما ارتحت لها واحد لعشر دقائق سوف نسرحها على شكل بحلقة شكل طولي هذا الشكل وغادي نقطعها الى قطع هنا ممكن تضاعفه كمية تقيق على حسب الافرد الاسرة انا اكتفض خمسمائة جرام تعد دقيق هنا سوف نجمع كرات نحاول نجمعها متساويين لما الاحسن نجمع كرات كبار لكي اعطيكم خبز طرطية كبيرة كي يجي طاكوس كبير زوين نجمع هذا القياس على حسب البانيني لاندي سوف نجمع اه نجمع مايونيز 4 ملعه هنا بصل مفرون وهنا ملعقة صغيرة من طماطة كونسنتري او طماطة المعلبة هنا نجمع رشة الخل و الملحه ابزار هنا في واحد جبانية سوف نجمع مايونيز و سوف نجمع البصلة لحسب الطوق سوف نكتفي غرب ملعقة سوف نضاعف المقادر لحسب اعدد الطاكوس اللي عندكم سوف نحرك هاد العناصر حتى تجانس مع بعضها هاد الأصوص ممكن استعملوا احتفل بورجر كجي مزيانة زيدوا على هاد الكورنشو غتكون مزيانة سوف نجمع واحدة رشة دي الملح و ابزار ثم ثم بعدها نجمع واحدة نصف ملعقة صغيرة و ملعقة صغيرة لحسب الطاك من الخل هدا بنكهة الحامض سوف نخلط هاد العناصر مع بعضها سوفوا هادية الأصوص سريعة وسهلة و كتكون لديدة ممكن تجيروا الجاهزة انا كن فطر نصابها بحلقة فطر هنا عندي ميتين قرام من اللحم مفروم وميتين قرام ديال الدجاج قطعته صدر الدجاج قطعته بهدي الشكل هنا عندي مطشة و طماطم قطعتها نسو دوائر وبصلة مفرومة باش نشحروا اللحم سوف يخص الصوصة الجغيرة و هادك الفريس بالطبع هنا في ملعقة سنجروا واحد ملعقة كبيرة لزيت الزيتون او زيت المائدة حسب المتوفر و هنجروا واحد ملعقة صغيرة من الثوم نخلي الاناصر تتقلش شوية و غادي ندير عليها مباشرة البصل سوف يخليهم يتقلوا شوية و غا نزيد عليهم تكسد الدجاج اللي عندي هدا تاكوس ميكست يعني ممكن تكتفوا غرب الدجاج ولا تديروا لحم مفروم حاجة واحدة هنجر واحدة رشة ديال الملح الابزار بالطبع سوف يخصنا هاد الدجاج حتى كي طيب نصفوا نفس الامل هنجرها بالنسبة لحتى الكفتاء او اللحم مفروم هنه ينبعد ما طب لي ذاك الدجاج غا نزيد عليها واحد نصف ملعقة او على حسب التوقع من المطارد اعطي واحدة لنسمة زوينة هنجر المطارد هتنقصوا بطبع من الملحة باش ما يجيكمش الدجاج ملح بزاف سوف هنجر واحد شوية ديال القصبر هنجر 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 على اللحم ونقف الكفتاء ديال اللحم سوف لنقف الاحتي بحتي بنفس الطريقة كيف قلت ممكن تكتفي غرب الدجاج الا ما تفرج الكفتاء العلبة سوف نستمر في التحريك احتى كطيبة الكفتة وتطلق ونبقى متماسكة مع بعضها سوف نزيد عليها بصل هذه البصل المتبقي عندنا سوف نزيده على الكفتة سوف نخليها تحت الطيب هناك كما تشوفوا هي كفتة تطلقها وطابت سوف نزيد على واحد رأس ملعقة صغيرة دي الفلفل احمر هذا الشكل اي كفتة جاهزة هندزوا مباشرة تطلقوا العجين دي نم بعد ما ارتاح هنا من الاحسن يرتاح ساعة الى ما كانت شان تكون وقت نصف ساعة على الاقل كل ما ارتاحت كل ما تصرحت لا تعدبناش هندرت واحد الرشة دي الدقيق او الناشا على حسب اللي توفر عندكم سوف نصرحها في هذه الطريقة ما ندرهاش رقيقها بزاف ونخليها لاني عودة غليضة اما نوريكم السمك ديالها سوف يكن استمر في هذه الطريقة كيف تشوفوا معنا اه الى ارتاحة مزيان كاتمشي بسرعة كيف تعدبنا كيف تشوفوا مع يدك كيف تشوفوا مع يدك المقلات من بعد ما تكون ساخنة مزيان من احسن تكون مقلات خفيفة سوف ننقص على البوطة حتى الحد سوف ننجر مباشرة العجين في هذه الطريقة سوف تحاولوا تقدو في المقلات وكتستمروا في هذه الطريقة حتى تكملوا العجين اللي عندكم غير هو ما تطيبوش كتر من القياس باش بيتدسش لكم من نسب غيره تسدو الطاكوس طيبوه غير نصف طيبة لانه باقي غات يطيب في الاهلة البانيني سوف يكتستمروا انا طابط لي اه او نشفات سوف تحاولوا عن شفات تقلبوها على الجهة الاخرى في هذا الشكل سوف يكتستمروا حتى تطيبوا كمية اللي عندكم ايو كيف تشوفوا انا غادي نخليها في هذا ما نكترش لطيب كيف ما قلت انه باقي اطيب في الاهلة البانيني سوف انا غنحيدها هذا هو خبز طاكوس من بعد ما طيبته كامل يجيب في هذه الطريقة كيف تشوفوا او كيجي ناجح وكاتو يغب حالك وما يكترش نيايا كيف تشوفوا معي او كيف تشوفوا انا قدرتوا في واحد السعبية في هذا الشكل باش ما يتقرش لنا او من هذه الطبقة القاسحة ونجدوا نشوفوا المونتاج هنا هو الدجاج و الكفتان بعد ما طيبتهم وهنا هي الطومات خص و فريت لصوص اجرين وهنا فخماج كاري او فخماج للساندويش وهذه نوريكم طريقة المونتاج ديال الطاكوس انا نجد انا اللصوصية الاولى كمية اللي غايت تبغيوا في هذه الطريقة وغا نجد الخماج بعد ما نجد الدجاج ونجد عليه لحم الفروم او الكفتان نجد قطاع الطماطم المونتاج لحسب الرغبة انا كمونتاج الطريقة بعد ما نجد الصلاة الكمية اللي بعيته وغا نجد الفريت اخر حاجة في هذا الشكل وغا نجد وغا نجد واحد قطع اخرى من الفروماج وغا نجمع الطرف مع الاخر وتحاولوا وتحاولوا تحكموا في الأصابع وفي الاخر لقالة البانيني تقضي الفروم بوحدة وغير حاولوا غير تصدوا باش ما يخرج هذا الشي اللي في الداخل سوف تقضي بحلقة وكتقلبوه وكتحطم باشرة في ألة البانيني انا هنعود نجد معكم واحدة اخرى نجد طلصص كما العادة ونجد واحد القطعة على الفروماج الدجاج بس اراحة انا كاي جبنيت تيجي بنين اه احسن من ديال الزنقة كتعرفي شنو فترتي فيه بالطبع ولصلاد لها كمية اللي بغيتو انا بلي الخبز طورتية صغير ما ديش نعمر بزف باش ميتهرش ليفل الالة ديال البانيني سوفو هنجد الفريد كيف ما قلت فهذه الطريقة ونزيد على قطعة الفروماج هنا هي قطعتين نصفين سوفو هنجمع حاولو تبتو مزيان بحلقة والاصابع هكا تجمعوه دي طريقة اخرى درتها بحلقة طريقة تتجي مزيانة ثم هنجد الطريقة اللي يعجبتكم في هذا الشكل سوفو يجيب حلقة هنا في اعلى البانيني انا هنجد احدى بوحدى حيث هي البانيني صغيرة ثم هنجد انتكون كبيرة سوفو جوجت على القطعة مرة واحدة سوفو كنسد عليه الاحكام ونسنع هنا هو البانيني دي اللي يوجد كيف كتشوفو خاطلق شوية دي اللي صفي هذا البانيني وبقي سخون كتشوفو معايا كيجي بطريقة بعجي الناجح كيجي بنين لذيذ كنسحكم جربوه لوجبة عشاء وهذا هو التقديم نهائي دي اللي او كيف كتشوفوه كيجي رائع ابنين تنسحكم جربوه ودولي كيف يفجعكم في اللي كومنتين وما تنساوش تابنوه وإليه اللقاء الوصح